كمان لخبر مهم جداً متعلق بانطلاقة الاهلي في مباراة دوري أبطال إفريقيا النادي الاهلي هيلعب ثلاث مباراة في الدور الأول لدور الأبطال 26 نوفمبر مع أستاذ أبيتجان 7 ديسمبر مع فريق أورلاندو بايرتس و22 ديسمبر لقاء مؤجل مع شباب بولزداد الجزائري دي مواعيد مباراة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا الانطلاقة والبداية بين الأهلي وأستاذ أبيتجان المباراة يدرها طاقم تحكيم من الجابون بقيادة باتريك مبيان باتريك مبيان هو حكم مباراة الأهلي وأستاذ أبيتجان يوم 26 نوفمبر على أستاذ القاهرة الدولي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الجولة الثانية أمام أورلاندو بايرتس في جوهانيسبرج يوم 7-12 هذا اللقاء هيديره طاقم تحكيم موريتاني طب نبدأ مع بعض أول صورة هو ده الطاقم الجابوني ده الحكم الجابوني باتريك مبيان هو حكم مباراة الأهلي وأستاذ أبيتجان طيب نروح للمباراة التانية مباراة الأهلي مع أورلاندو في جوهانيسبرج هتتلاقي بيوم 7-12 هيديرها طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبدالعزيز بو نروح للصورة التانية لطاقم التحكيم في مباراة أورلاندو والأهلي عبدالعزيز بو هو حكم مباراة أورلاندو بايرتس مع الأهلي في جوهانسبرغ طيب المباراة الثالثة أمام شباب بولوزداد هي مباراة من المعروف يعني تبقى للجدول هتتلعب بيوم 14-12 ففي التوقيت ده هتتأجل لأن الأهلي عنده مباراة كاسة تحدي في قطر طيب بولوزداد مع الأهلي في القاهرة هتتلعب إمتاك المعاد المبدائي حسب المعلومات اللي عندي غالبا عقب عودة الأهلي من قطر والمعاد الأقرب يوم 22 طيب هل تم اختيار طاقم التحكيم؟ معلوماتي أن لجنة الحكام في الكاف بتفكر في إسناد إدارة هذا اللقاء لطاقم تحكيم عربي لسه بشكل نهائي ورسمي لم يتم الاستقرار على اسم الطاقم ولكن معلوماتي أن طاقم تحكيم عربي هو لا يدير مباراة الأهلي وشباب بولوزداد في الموعد المحدد يعني بشكل مبدأي يوم 22 ديسمبر وعاقب عودة الأهلي من قطر بإذن الله إذن دول ثلاثة واقم تحكيمية لمباراة الأهلي في الدور الأول لدورة أبطال إفريقي أمام استاد أبيتجان أمام أورلاندو بايرس الجنوب إفريقي ثم مباراة شباب بولوزداد في القاهرة والمؤجلة نتيجة مشاركة الأهلي في كأس فيفا انتر كونتينينتا طبعا الدوري التاني لسه هيبدأ في يناير فلسه طبعا موعده وحكامه وتوقيتاته كلها لسه ما تمش تحددها